ببصلة وحدة أختي ما غاديش نهائياً بقيتي غادي تعاني من التجاعد فأي وحدة عندها تجاعد فإن شاء الله بالبصلة اللي موجودة في كل بيت في كل منزيل ما كتختاش نهائياً شي دار ما شاء الله على البصلة والمنافع ديالها الدات داخلياً وحتى خارجياً اليوم أغنشارك معاكم وصفة البصل المعجيزة اللي كترجع لوجهية كيف المراية وكتجبدل وجهه ما شاء الله هالبنات خصوصاً اللي عندها تجاعد كتيرة وجيه ديالها مكمش بزف بزف عندها ترهولات عندها تسبغات عندها لطاش عندها منمشو الكلاف عندها الحبوب عندها الأثار دياله فأختي بشرة اللي كي لأنه الوصفة ديال اليوم ديال البصلة كتزول التجاعد وخطكني فوق من سينة الربعين كما كان عارفو الإنسان متوصل سينة الربعين فما فوق يبدأوا تجاعد يبدأوا ترهولات يبدأوا مشاكل كبيرة وإحنا دائماً نخصنتها اللي وفرصنا قبل ما نوصلوا هاد العمر هادا فوصفة اليوم هي بوصفة البصل لعلاج تجاعد ترهولات يسبغات نمشو الكلاف والحبوب نتمنا هاد الفيديو أعجبكم تمنينا الستحزان ديالكم وبليز حبيباتي ما تنسوناش من اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي لايك اللي لايك تلكم حاولوا تكتروا منهم اشتركوا فلاشين مرحبا بكم فعلوا زل الجرس تابعوا الصفحة مرحبا بكم دائماً كنقدم لكم الميزات وكنقدم لكم الوصفات فما تنسوناش من البارتاج وتتابعوا الصفحة وتخليوني نادي كومنتي غزويني في حالكم بالنسبة اللي بنات اللي تيقولوا ليارا تقهرنا من تجاعد راه الوجي يهديانا ولا مكمش كين بعض النساء ونا سنعرفهم شخصياً لبناس هما في عمر صغير يعني كتلقيها في عمر غير لثلاتينات ولا العشرين وكتقول ليارا كان عاني من الشيب يعني كنين عفوا من التجاعد وحتى من الشيب يعني حتى المشكيلي ديال الشيب يعانو منه بزاف ديال البنات الصغر يعني الشيب و التجاعد هذا وجوش تحاجز فاخد كوني اختي مازال صغيرة الوجيه ديالك تكمش ولا حدثوا بتجاعد ولا كي الكرشة كما كنقولو احنا يعني كله يكون مكمش واللي شرف تتكديما كتعطيك اختي اكبر او كتر من سين ديالك الحقيقي و بيتي تقضيع التجاعد فالقاتي لها فيديو ان شاء الله الاصلي اللي غدي زوليك تجاعد دقاب بتطلع كذلك المسك تعطي نظارة وكتوحد اللون ديال البشرة ديالك في سين الشباب وهدا هو السر ديال هاد لاغوسات هدي اللي هي البصر كمكوين اساسي والرئيسي في هاد لاغوسات بس ان البنات تبعوا معي لاغوسات مندو البداية حتى النهاية باشو ان شاء الله تستفدق ولكن ما تنسونا شمل بغتاج تابعوا الصفحة و كذلك البنات اللي كومنتاق ديالكم اي وحدة شفت لها فيديو فترحم لي بها الوالدين تخلي وحد الكومنت اغزوين ويا الله معنا على بركة الله تعرفوا على مقادر الوصفة اول حاجة اخواتي غا تحتاجي معي البصلة ومن الاحسن تكون الحمراء ان البنات عندي البصلة الخدارية هادي هي الوقتة ديالها فدائما اي خدرة خرجت في الوقت ديالها كنحاول نغتانم الفرصة و كنحاول نجيب هديك الخدرة و لديك الفاكيهة عاوض مثلا نجيب البصلة المكورة فاجبت هذي لان هذي هي وقيتها فهاد شي اللي كان فقلنا البصلة الحمراء سواء المكورة او لهذه الخدارية رهزوينها لبنات غيروها في الشيوة الوقتة رحكا تجيب بنينة لد من هذيك المكورة و خصوصا هذي هي الوقتات ديالها اه بالنسبة البصلة كمكوين ان شاء الله اساسي بالنسبة المكونات السنوية اللي غادي يحتاجون ان شاء الله في هذي لغوست كذلك غا نحتاجون ان شاء الله اللي غا يبيضكم ووحد لكم الوين ديالوجيه ديالكم ورجعهم جبد ان شاء الله هو الحليب غبرة او للحليب المجفف هنا عندي جيد الانواع عندي حليب مجفف كامل دسم وعندي هذي النوعية هذي ديال الاطفال مسناء الى ما فوق كيعطي الحديد والكاسيوم وهو للنومو في مرحلة النومو نحتاجون ان شاء الله كما قلنا الحليب غبرة غادي يحتاجون البصلة غادي يحتاجون الخرقوم البلدي بالنسبة لبنات الخرقوم البلدي من بين احسن ما كان فيه علاج النمش والكلف يعني من بين الاعشاب اللي دقب بطلاف علاج النمش والكلف توحيد اللون تبييد الى عندك دوك الخطيطات هكذا في الكريشة سواء ما بعد فترة الحمل او قبل يعني حتى في فترة الحمل يعني انا من فشكنت فترة الحمل كذلك اكت كان عاني من هذي المشكيل ديال خطوطة ولكن الحمد لله في الخرقوم الصابق البلدي والله القسمة البلدي والحامد تواعي لجدوك الخطيطات ان شاء الله سوف اقتجي معاكم نصفة عن قريب ولكن كده نعطيها لكم شفاويا بشك دا حتى لديها شي مشكل من هذي المشاكيل اللي كنت كان واجهها سابقا ان شاء الله تلقى الحل فكما قلنا اغزالتي غادي نحتاجون الخرقوم الحليب غبرة البصلة او عسرة البصلة موانا غادي نشرح معاكم الطريقة او للتفاصيل ان شاء الله كاملة وغادي نحتاج كده لك البنات الحموس بالنسبة الحموس عن ديانية هذي النوعية اللي كنديره في حريرة حمضة يعني هذا مشي هو الحموس اللي كيتباع مقرملة هذا هو الحموس اللي كنديره في حريرة حمضة يكون خضر انا نوريكم بشكل جاله كتاخديه مع العثار مع العشاب يعني من ما خديتي يرا هكي يكون زوية فها هو البنات شكل ديال الحموس شوفو هذا هو هذا كتاخدي كمية طبيت الحال كمية اللي بريتي وكتبولي العثار يطحنها لك باش هكذا تكون هكذا اخديتي شي حاجة لي يزوينا وغادي نحتاج ان شاء الله الى هاد النوعية ديال الغاسول البيض هذا البنات رغيب خمسة دراهم هذا سوض قبط لنمشو الكلاف والحبوب والأثار دياله فهنا البنات عندي غاسول كدير خمسة دراهم عند العثار شوف البنات كيفاش كالوجية وكيفاش والله مجربي نور عارف المنافع ليس غير هدرا وكلاموا غير صورة رسمينا هلينه هنا فغاموا الناس رقيا نعم ونقا ورخيص اذا بغيتي تاخدي هاد العلبة هذي خوديها بغيتي تاخدي دك الغاسول كتبع العبار يعني كتاخدي من جدرام ثلاثة درام تأوزوين بغيتي تاخدي غير هاد الديال بكي تأوزوين بحال بحال وكتاخدي كتر من هذا فراكين بخمسة وثلاثين وثلاثين نحن نحن نجيبه حاجة نختيمو عدنا يمثلوا بيض الحاجة البلاغية احنا الناس ديرا شعر يعني نبغي وصفاته احتاجين اف المتناول جميع الهو للحمد فالمهم كيفما قلنا اغنئ نحتاجوا للغاسول كين هذا البيض كين الحمر تاوزوين وكين الخضر كين الخضر كيتوا مع البشرة الدهنية اي مزيتة والكالحمر او البيض كين بثلاثة اول حالي سوف نحتاج الخرقوم والحليب غبرة والحماص والغاس والبصل والماء المعديني سوف نضيف ماء ورد نضيف طريقة التحضل سوف نضيف ماء ونقيا لدي البصلة الحمراء حمراء الحمراء يجب عليها في المرايقة و الأوكلة في السيفة عامة سوف نحكف لكي يكون عوينتها صغير لتخرج لنا المادية لبسلة و نستفيد منه و لبسلة ستجبد الوجهة بالنسبة للبناء سوف تصفي و تجبد البشرة سوف تجرب المرحبا في التعليقات و لا تنسوا من الفكرة و المعلومات وصلت للجميع كمية البصلة كمية البصلة كانت قليلة فإذا أريد أن تضعف كمية البصلة سوف نقوم بتغيير البصلة سوف نقوم بتصفي سوف نقوم بتصفي كمية البصلة سوف نضيف كمية البصلة في القيام من فكرة سوف نضيف كمية البصلة نسبة الضراء أو الزراء هذا هو جميع النافع نحن نشاركه معكم نقول لكم ركبت وظيفة مقيدة فهنا نحن نخذ المعلقة الأول و نخذ المعلقة ثانية تحتاج المعلقة وخلق لجوج اشتركوا في القناة نضيف الحمص المنافع هو زوين نضيف الحمص 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 حليب غبرة و الطين الابيض نضيف الكيمياء 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 كيمتال نضيف الكيمياء نضيف الكيمياء الزف نضيفها حتى تجف نضيفها 20-25 دقائق على حسب 5 دقائق 20 دقائق 30-15 دقائق نضيفها بلا ما تفركها نضيف نسبة الكماش نضيفها عادي ضرب الت 5 دقائق 40 دقائق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة